بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني ثم أما بعد لازلنا في الفصل الخاص بالمبشرات التي ظهرت لشيخنا رضي الله تعالى عنه في أول عمره والتي تدل على علو شأنه ورفع قدره ومكانته ومنها أنه قال رأيته مرة صلى الله عليه وسلم وسألته عن الحديث الوارد في سيدنا عيسى عليه السلام قلت له واردت عنك روايتان صحيحتان واحدة أو واحدة قلت فيها يمكث بعد نزوله أربعين وقلت في الأخرى يمكث سبعا ما الصحيحة منهما قال صلى الله عليه وسلم رواية السبعين ومنها أنه قال رضي الله عنه رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم وسألته عن الزكاة التي يأخذها الأمراء والظلام من المسلمين كارهن هل تكفيهم؟ قال صلى الله عليه وسلم أَوَأَنَا أَمَرْتُهُمْ بِطَاعَتِهِمْ قال الشيخ رضي الله عنه قلت له الذي يمكنه إعطاؤها لغيرهم ولم يلحقه ضرر منهم قال صلى الله عليه وسلم إن أعطوها فعليهم لعنة الله ومنها أنه قال كنت أتحرج وأشدد غاية في الماء المتغير من أثر الوضوء بل ولا أتوضأ به حتى رأيته صلى الله عليه وسلم يتوضأ في إناء وكان الماء متغيرا من أثر الوضوء وقال لي أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك تركت التحرج ورحت منه ومنها أنه قال رأيت سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام قلت له إن قارون بلغنا أنه رأى المحل الذي كتبت فيه الإسم الأعظم ورميته في البحر لإظهار قبر سيدنا يوسف عليه السلام فأخذ قارون ذلك المحل المكتوب فيه الإسم الأعظم وصار يرميه على مواضع الكنوز فتظهر له ومنه نال ما نال من كثرة الأموال قال لي نعم قلت له هل للعارف اختيار في الفعل والترك قال لي إلا إذا بلغ مقام كذا ولم يسمي لنا الشيخ رضي الله عنه هذا المقام بعينه فانظر رحمك الله أحوال هذا الشيخ مع صفوة الله من خلقه فصار نومه كيقظته يسأله فيه عن مراده وهذه أحوال الرجال لغالبة حكم الروح على الذاتي لأن الروح أصلها الطهارة والصفاء نسأل الله تعالى أن يكتب جميعنا في زمرة خلاصة أصفيائه وأحبائه وله مراء كثيرة فهذا الذي حضرنا منها كان يراها في ابتداء أمره وأما الآن فلا يذكر شيئا إلا ناذرا جدا وهذه المراء المتقدمة لشيخنا قبل أن يخبره سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام وأما اليوم والحمد لله فقد أخبره بنزول مقامه وما أعد الله فيه بالذي لم يقدر أحد أن يفوه به فضلا عن إدراكه وضمنه له صلى الله عليه وسلم وضمن له كل ما طلب حتى من أمور الدنيا كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله في محله نسأل الله بجاه نبيه وحبيبه وصفيه أن يكتبنا في ديوان خلاصة أهل محبته ووده وأن يتوفانا على محبة هذا السيد الكريم وعلى سنة نبيه العظيم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما